اشتركوا في القناة صادق الصدر بعد خروجه من المعتقل روجه لمرجعيته من قبل ثلاثة محافظات في محافظة البصرة بدل الترويج في ديوان شفيخ مصبح الوائلي وفي مدينة الصدر اي مدينة الثورة في جامع المبرقع وجامع الحكمة وفي محافظة واسط من قبل السيد علي الصافي هذا كان مخطط الى مبرمج التبشير بمرجعية الصدر ام عفوي الحقيقة كان اكو شعور لدى العشائر العربية ولدى عموم الشارع العربي بانه يجب ان يكون مرجع عربي والسيد الشهيدة محمد صادق الصدر كان ينتمي لعائلة عربية وحدث انشقاق في المرجعية بين مرجعية السيد السستاني دام ظلة ومرجعية السيد الشهيدة هذا الكلام اعقب وفاة عيط الله الخوعي هذا بعد وفاة السيد السبزواري الحقيقة كان هناك مجموعة من الشباب اللي منهم الان محافظة البصرة الحالي محمد مصبح الوائدي واشقاء اسماعين واسعد مصبح يروجون من خلال ديوانهم لمرجعية السيد الشهيدة محمد صادق الصدر ونحن كنا نراقب الاحداث كرأساء عشائر في الجنوب وسيد محمد صادق الصدر كان يحظي باحترام بعض القبائل العربية او الكثير من القبائل العربية وكانوا هؤلاء الشباب الثلاثة ومعهم شباب اخرين كالاخ حسين الدراجي وعبد الرزاق السوداني وعلي خليفة وجاب الخليفة الان العضو في مجلس النواب ووكلاء السيد فيما بعد الشيخ ستار البهادلي والسيد صالح الجيزاني والشيخ أحمد المالكي والشيخ عدنانس سيلاوي والمرحوم الشيخ عقيل عبدالقادر الجزاري كانت هذه المجموعة من الشباب متزاوجة مع مجموعات شبابية اخرى في محافظة واسط وذيقار ومدينة الصدر ومدينة الثورة لقيام فتحركة وتنظيم اسمه بتنظيم المجاهدي وهذا التنظيم خطط له قبل اختيار السيد الشهيد بأكثر من سنة لعرفت عنه من خلال المرحوم الشهيد الشيخ عقيل عبدالقادر اللي يعدم فيه ماذا يهدف هذا التنظيم؟ الحقيقة التنظيم بعد الانتفاضة الشعبانية بال91 وما لحق ببعض الشيعة من أذى وظلم والتضليل الكبير الذي كان قادة الأحزاب حزب البعث المنطقة الجنوبية يظللون القائد في ذلك لوقت الرئيس صدام حسين بأنه نحن مع جنوب معانا وعشائر جنوب معانا وأهل البصرة ويانا والناصرية ويانا وكان هذه ومن المفارقات فيهم من الأيام عضو قيادة أخبر الرئيس بأنه لدينا مليون وستمائة ألف مقاتل من البصرة والبصرة كانت أعداد سكانها مليونيا هذا التضليل هو الذي أوصل نظام البعث وصدام حسين إلى هذه النهاية المساوية هذا التضليل الذي كان يبشرون بالحكومة ومجلس قياس ثورة بأنه جنوب آمن ولا خطر عليه كانت تعمل في الخفاء تنظيمات جهادية باسم جماعة المجاهدين الخط الصدري ما كان خط الصدري شارث أتباع السيد الصدر كان التمويل تعرف جنابك الكريم والصدرين لا يمتلكون الأممال أكثر الناس مع مرجعية السيد السستاني الصدرين كانوا ناس معدودين يدعمونهم واللي كان الدعم الأول والرئيسي فيه صراحة نحن فيها أمانة للتاريخ هو إسماعيل مصبح لوائلي شقيق محافظة البصرة الحالي اللي هم طبعا هؤلاء الناس شوخ لقبيلة اسمها قبيلة الشرش من بني وائل وكان في ديوانة وهو أول من طبع رسالة السيد الصدر التي كانت ممنوعة تطبع في العراق طبعها على نفقتها الخاصة في إيران ونزلت رسالة السيد الشهيد في قم طبعت في قم وروجت في الوطن العربي دعنا نتحدث عن هذا التنظيم هذا التنظيم أصبح تنظيم حقيقي خيطي أم يعني مجرد اتفاق بين مؤيدين للشهيد السيد لا لا الحقيقة أنا كانت لعلاقة مع المرحوم الشهيد الشيخ عقيل عبدالقادر الجزائري وهو من المقربين اللي طبعا عائليا وكان يتحدث خوفا يعني بس أنا من صلة القرابة كان يتحدث بأنه الآن لديهم تنظيم والتنظيم ماسع موجود في أربع مدن ما قال في النجف ولا قال في كربلاء قال في محافظة الواسط وفي ذيقار وفي البصرة وفي مدينة الثورة مدينة الصدر الحالية وكانت لهم صلات مع المجلس الأعلى أو مع فيلق بدر بأنه إذا قام الساعة الصفر وأنا سأتحدث عنها فيما بعد سوف يكون تدخل كبير لقيادة فيلق بدر لغرض من منطقة على الغربي لغرض جعل خط منطقة كردستان خطة 32 أو 36 لعزل منطقة الجنوبية وبمباركة الأمريكان والبريطانيين وصير منطقة آمنة مثل كردستان ويتدخل فيلق بدر بهذه الوضعية صار إخلال كما صار إخلال بالواحة 90 منعت الحكومة الإيرانية فيلق بدر من الدخول إلى البصرة بعد الانتفاضة مع الواحة 90 منعتهم منع قوي شيخ حتى ننتخل بالموضوع يعني هذه الصفحة هل كان مخطط لها قبل اغتيال السيد الصدر؟ بالتحديد تنظيم كبير الذين أعدموا في البصر 455 واحد تنظيم كبير جدا استشهاد السيد الصدر وقيام هذه الانتفاضة لمدة الشهر كيف تقنع ناس 455 شخص أن يثأروا في يوم واحد ويقوموا في إسقاط الأم الداخلي ومنطقة الجمهورية وخمسميل والتميمية وقضاء شط العرب وقضاء بالخصيب وقتل 41 عضو بالحزم من عضو قيادة فرقة إلى شعب إلى فرع وتذكر أحد أعضاء الفرع حميد طلب قتل وأسعد العايد وصبيع عبد الله سيد صبيع عبد الله قيادات في حزب البعث قتلوا قائم مقام بالخصيب والعقيد محي زيبق العبيدي هؤلاء الذين دخلوا البصرة من أهالي البصرة أم دخلوا من الخارج ولا واحد أجل من إيران مطلقا نعرفهم بالاسماء وهم أولاد عشائر البصرة ونعرفهم ونعرف عوائلهم وكان هم متفقين مع فيلق بدر تكون دخول بدر ساعة بثنتين وهم سيقومون بانتفاضة الساعة بـ 11 وربع فعلا انطلقت 11 وربع بالليل 11 وربع مساء انطلقت من كل البصرة والبصرة أسقطت تماما لا يوجد فيها لا عضو قيادة ولا عميس الفرع ولا عضاء فروع الكل لازم عائلته واحتمى فيه أحد الأماكن سقطت أول منطقة اللي سقطت هي بيتهم التنظيم شط العرب شارت فرقة قردلان وشعب الشط العرب قائم مقامية أب الخصيب وفرقة في منطقة حمدان الأمن الداخلي مركز شرطة الأمن الداخلي مركز شرطة حي الحسين وأمن حي الحسين مركز الشعلة كل هذه المؤسسات والمنظمات الحزبية سقطت في لحظات يعني بس تغرقت أكثر من ساعة